كما التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نائب رئيس الوزراء الأسبق زياد بها الدين وأكد مدبولي حرصه الشديد على الاستفادة مما تدضمنه مقالات المفاكر الاقتصادي زياد بها الدين من أفكار وأطرحات تسلط الأضواء على عدد من الموضوعات السياسية والملفات الاقتصادية ما يسم في تحقيق المصلحة العامة للدولة من جانبه أكد بها الدين أن مصر تخطط الأزمة الاقتصادية الأخيرة بفضل ثلاثة عوامل هي صفقة رأس الحكمة ودعم صندوق النقد الدولية كذلك التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووصوله إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة